سأنتقل إلى مرجعيون تحديدا جنوبي لبنان مع مراسلتنا دارين الحلوي دارين نقترب معك أكثر على التطورات بعدما شهدنا هذا القصف المتبادل الذي يتجدد بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله طبعا هذا القصف يأتي بعد إطلاق صواريخ كورنات صاروخي كورنات من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة المنارة التي طلب من سكانها الجيش الإسرائيلي البقاء في الملاجئ بسبب تبادل إطلاق النار والقصف المدفع من الجانب الإسرائيلي باتجاه المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ بالإضافة إلى محيط أيضا هذه المنطقة هذا ميدنيا أما فيما يتعلق بالتطورات فهناك طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لم تغادر سماء القرى الجنوبية كان في القطاع الشرقي الأوسط وحتى الغربي وذلك في استنفار واضح للجيش الإسرائيلي لمواكبة ومتابعة أي تحركات لحزب الله وهو الذي طبعا الجيش الإسرائيلي أبلغ قوته تحديدا العاملة في الجبهة الشمالية أن الرد على عمليات حزب الله سوف تتغير لن يتم قصف فقط مكان انطلاق الصواريخ وإنما سوف يطال القصف المكان الذي انطلقت منه المجموعة التي أطلقت الصواريخ لكن بشكل عام الأمور اليوم أهدأ مما كانت عليه يوم أمس يوم أمس تم تسجيل ثماني عمليات من الأراضي اللبنانية اليوم حتى هذه اللحظة هذه العملية فقط ولكن نترقب ما بعد تشييع عناصر حزب الله اليوم في عدد من القرى والبلدات الجنوبية طبعا عدد عناصر حزب الله الذين سقطوا منذ السابع من الشهر الجاري بلغ 13 عنصرا وهذا رقم كبير طبعا الأعدد الأكبر سقط في الأيام الماضية لذلك التوقعات في لبنان تشير إلى تدحرج الأمور نحو مزيد من التصعيد عند هذه الجبهة وهي بالتوازي طبعا مع تصريحات لمسؤولين في حزب الله يؤكدون بأنهم لن يقفوا مكتفي الأيدي تجاه ما يحصل في غزة طبعا بالتوازي مع تصريحات لمسؤولين إيرانيين تتحدث عن أن الوقت قد نفذ وأن العمليات ضد إسرائيل سوف تبدأ ولكن طبعا ما زالت حتى هذه اللحظة تحت سقف الضبط المتوازن أو إذا جاز التعبير منضبطة من الجانبين بما لا يخرق قواعد الاشتباك كثيرا شكرا جزيلا لك على المتابعة من مرجعيون جنوبي لبنان مرسلة نادرين الحلوي شكرا جزيلا لك